موسيقى الأخبار أصدر الله صباحكم جميعا وبارك يومكم هذه اللذعة الوطنية التونسية ومن نحييكم مستمعين ومشاهدين الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار وزارة الصحة تنشر قائمة الحالة الاستثنائية الممكن عفاؤها من الحجر الصحي الإجباري المفروض على الوافدين إلى تونس منظمة التربية البيئية للأجيال المستقبلية تدى الحكومة إلى السحب الفوري لكل المنتجات المكوات من مسحق التالك المسرطن قضية الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس ربطة حقوق الإنسان وكاتبها العام مجلس وزاري مرتقب هذا الأسبوع بشأن وضعية شركة فصفات قفصة بموجب اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل كانت هذه عنوين النشرة وإليكم لباء بالتفصيل قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي في انتظار استكمال إجراءات تحوير الوزاري إعفاء كل من السيدات والسادة وزير العدل محمد بوستة ووزيرة الصناعة والطاقة والمنى جمسل وصغير ووزيرة شباب والرياضة والإدماج المهني كامال ديكيش ووزيرة أملاك الدولة وشؤون العقالية ليلة جفال ووزيرة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عاقس البحري من مهامهم وتكليف السيدتين والسادة للآتي ذكرهم بالإضافة إلى مهامهم الأصلية بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة وزارة العدل حسناء بن سليمان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم محمد بو سعيد وزارة أملاك الدولة وشؤون العقالية أحمد عظوم وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري محمد الفاضل كريم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي قرار إعفاء الوزراء الخمسة من مهامهم اعتبرته حركة النهضة خطوة عادية تندرجو ضمن صلاحيات رئيس الحكومة فيما وصفه التيار الديمقراطي بأنه تعميق للأزمة السياسية بالبلاد حسب تعبيره وفي ظل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد وجه رئيس المهورية قرار إسعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي أمس مكتوبا يتعلق بالجوانب القانونية للتحوير الوزري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور بالخصوص أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية بل بالالتزام بما ورد في نص القسم شكلت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وقضية الموقفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال أمسلم وكاتب عام الرابطة بشير العبيدي وصرح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال أمسلم بأنه تمت مطالبة رئيس الجمهورية بتطبيق القانون للخروج من الأزمة السياسية الراهنة كان هناك عدة محاور لقاء هذه منها الوضع السياسي العشين والأزمة وطلبنا سيد الرئيس بتطبيق القوانين لكي تتحل الأزمة هذه كذلك طرقنا التحركات الأخيرة الاجتماعية في الحياة الشعبية والمناطق الداخلية وعلى تجاوزات متعطي الحكومة مع التحركات هذه خاصة متعطي الأمني وتجاوزات لرفقتها والمحاكمات اللي وقعت الألفين تقريب من شباب وأطفال تونس وكذلك تحكينا عن منظومة الحقوق والحريات وأكدنا على الضرورة تحتير عن مواردها في الدستور وكان لقاء في الحقيقة مثر وطلبنا سيد الرئيس باش التعامل بين الرابط التونسي للدفاع عن حق الإنسان ومؤسس رئيس الجمهورية تزيد الدعام أكثر ومن ناحيته قال كاتب عام الرابط بشير العبيدي إنه تم تقديم تقرير مفصل إلى رئيس الجمهورية حول الانتهاكات التي جدت إثر اللعجات الأخيرة احنا أثرنا مع سيد الرئيس تقريبا مجمل المشاكل ومطالب الحركة الاحتجاجية في تونس من خلال تمظهراتها العامة وقدمنا له تقرير مفصل ودقيق حول الانتهاكات التي حصلت في المدة الفارطة على أثر الاحتجاجات التي امتدت من يوم 14 جامب حتى 6 فيفري وذكرناه بتفاصيل هذه الانتهاكات لشملت عدد كثير من أقصر وطلبنا السيد الرئيس باعتباره الراعي للدستور والحامل للحوريات أن يصدر عفو في علاقة بالموقفين لأن الكثير منهم مظلومين في هذه الإقفات أعلنت وزارة الحالات الاستثنائية التي يمكن إعفاؤها من إلزامية الحجر الصحي الإجباري التي تفرضها تونس منذ الأول من فيفري على جميع الوافدين أو العائدين إلى أراضيها عبر الجو والبحر بما في ذلك المهمات القصيرة وتستند قائمة هذه الحالات إلى أسباب شخصية أو عائلية أو طبية أو مهنية استعجالية ولا يمكن إلغاؤها أو تأجيلها وفق بلاغ للوزارة ضمنته الوثائق الواجب توفيرها بإرسالها حصريا عبر البريد الإلكتروني وذلك من الاثنين إلى الجمعة الثامن ضاحا إلى الرابع مساء وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستظهار بالتحليل السلبي بي سيار الذي لا يتجاوز إجراؤه 72 ساعة عند التسجيل للسفر ومن جهة أخرى أعلنت شركة الخطوط التونسية أنه يتعين على المسافرين المتوجهين إلى موريالا الكندية الحجز مسبقا للإقامة بنزل مرخص من الحكومة الكندية لقاء ثلاثة ليال بكلفة تقدر بألفين دولار كندي وسيتم تفعيل هذا الإجراء ابتداء من الثاني والعشرين من فيفري الجاري وفي تطور الوضع الوبائي اليومي سجلت وزارة الصحة في تاريخ 14 من فيفري الجاري 31 حالة وثلاثة وخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا من مملة 1830 تحليلا مخبريا في المجال الصحي دائما وحرصا على حماية الصحة المواطنين والفئات الهشم من ذلك الرضع والأطفال والنساء دعت منظمة تربية البيئية للأجيال المستقبلية دعت الحكومة التونسية إلى السحب الفوري لكل المنتجات التي تتضمن مكوناتها مسحوق التالك المسرطا ووضع حد لبيعها ولاحظت المنظمة أن عديد المصنعين عبر العالم عوضوا التالك بمادة أنشاء المستخرجة من الذرة ومن مسحوق الأرز وكالتجموع الإقليمية لدحر الملوثات والأستاذ المستشرف في مجال العلوم والتصرف في البيئة سامي غربي أن على الحكومة التونسية إقرار الإجراءات الضرورية لمع دخول كل المنتجات المحظورة مثلت وضعية شركة فصفاد قفصة من حوار جلسة عملين بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ووفد نقبي برئاسة الأمير العام للاتحاد العام التونسي لشغل نور الدين الطبوبي وتم الاتفاق على عقد مجلس وزاري خاص بوضعية هذه الشركة في غضون هذا الأسبوع لاتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ المؤسسة التي عرفت صعوبات جمّة خلال سنوات الفارطة وصلت حد توقف الإنتاج والالتجاء لتوريد مادة الفصفات والتي كانت تونس أحد أكبر مصدريها مما تسبب في تراجع سمعة الشركة في الخارج وفق ما أكده رئيس الحكومة ومن جهته نبه أمين عام اتحاد شغل نور الدين الطبوبي من الوضعية الاجتماعية لأكثر من أبعين ألف عامل موزعين على مختلف مواقع الإنتاج التابعة لشركة فصفات قفصة هددت تنسيقية اعتصام الكامور بدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ونصب الخيام بكافة المعتمديات ونقاط الاعتصام بولاية تطاوين وذلك في صورة عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور خلال الساعات العام إثر دخول طلبة الطب والأطباء الداخلين والمقيمين أمس في إضراب عام بثلاثة أيام بدعوة من المنظمة التونسية للاعطباء شبان أعلن رئيس المنظمة جاد الهنشيري أن لقاء سيعقد اليوم مع أحد مستشاري رئيس الحكومة للنظر في المطالب العالقة في أول أيام الأضراب اللي أعلنته للمنظمة التونسية لأطباء شبان سيد رئيس الحكومة تم كذلك اتخاذ قرار عقد اجتماع عام يوم للنظر في مدى السجد وعضو ما يمكن أن يستجد اتخاذ القرار قرار مواصف التحركات الاحتجاجية من عدمه في الأثناء ما تتم تحديد موعد لقاء أحد مستشاري سيد رئيس الحكومة بإن شاء الله من نوع اللقاء هذا يكون مثمر نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين أهلا بكم من جديد في أخبار العالم منظمة الصحة العالمية نحو ترخصا طارئا للقاح أسترازينيكا ضد الكوفيد-19 عشح الطريق أما توزيع مئة ملايين الجرعات في الدول الكثرة فقرا المحرومة حتى الآن من إمكانية تحصين سكانها وزيرة الصحة الفلسطينية ميل كيلة تؤكد أن إسرائيل منعت إدخال اللقاحات المضادة فيروس كورنا إلى قطاع غزة واعتبرته تعسفيا فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية إرجاء عملية تطعيم مواطنيها إلى حين ازديد عدد الإصابات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يدعو إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء قاعدة جوية في إقليم كوردستان العراق وأسفر عن مقل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أمريكي متعهدا بمحاسبة المسؤولين عنه وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يدر إيران حاملا رسالة من الأمير تميم بن حمد الثاني بعدما أبدت دوحة استعدادها لتقريب وجهة النظر بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الرياض تعلن أنها ستوقف اعتبارا من مطلع عام 2024 التعامل مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثناء الأجنبي في المملكة بعد ارتفاع معدل البطال فيها وفق وكالة الأنباء السعودية سبع صباحا واثنتين عشرة دقيق على موجات الإذاعة الوطنية تونيس كذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم لخاتمة هذا الموعد الأخباري أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا كريم المدب وتلفزيا شكر بالجسم وهذا التذكير بأهم مجأة في النشرة من أخبار فيانوين ويارة الصحة تنشر قائمة الحالات الاستثنائية الممكن يعفاؤها من الحجر الصحي الإجباري المفروض على الوافدين إلى تونس منظمة التربية البيئية للأجيال المستقبلية تدعو الحكومة إلى سحب الفوري لكل المنتجات المكونة من مسحوق التالك المسرطن قضية الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس رابطة حقوق الإنسان وكاتبها العام مجلس وزاري مرتقب هذا الأسبوع بشأن وضعية شركة فصفة قفصة بموجب اتفاق بين الحكومة واتحاد الشقر المشوار متواصل كالعادة قليل في يوم سعيد معا حاتم بن عمارة متابعة طيبة للجميع إلى اللقاء اشتركوا في القناة